المشهد الرائع لقدامك ده هو اكتر شكل وهمي لمجرتنا ضرب التبانة وبالرغم من اعتقاد نسبة كبيرة من البشر وتقريبا كل برامج المحاكاة لاشكال المجرات على مستوى الكون بالكامل الا ان الشكل الاصلي لمجرتنا مختلف عن كده تماما فتبقى الاحدث ورقة بحسية متخصصة في تصوير ورسم خريطة لمجرتنا وبعد نجاحهم في دراسة منطقة منها بتتسمى بالهالة النجمية او الستيلر هيلو اكتشف الفريق العلمي ان مجرتنا على شكل بيضا ميلة على جنبها بزاوية 25 درجة ايوه زي ما سمعت كده بالزبط وده بعت اكتشاف ميل غريب على مستوى المجرة بالكامل وتمدد في بعض الاماكن والعناقيد النجمية على مستوى المجرة بالكامل بل ان الفريق العلمي صرح باغرب تصريح بخصوص مجرتنا ضرب التبانة وهو ان مجرتنا بتحوي كسرين فهيكلها العملاق الممتد لحوالي 100 الف سنة ضوئية في مفاجأة هزت كل الاوساط العلمية الحقيقة ان التصريح نفسه غريب جدا لانك ممكن تسأل نفسك سؤال بسيط وهو ان ازاي العلماء اصلا قادروا انهم يصوروا مجرتنا في الشكل السلاسي الابعاد ويحددوا انها على شكل بيضا في حين اننا موجودين على الاطراف الخارجية من المجرة وكل ده اثناء وجود كتلة عملاقة من الدوق قريبة من مركز المجرة بتمنعنا اصلا من رصد الجنب التاني من مجرتنا هل مثلا بدأوا يدرسوا المجرات المجورة لنا بالتليسكوبات سواء الارضية او الفضائية وقرروا ان شكل مجرتنا لازم يكون نفس شكل المجرات المرصودة الحقيقة ان اجابات الاسئلة دي كلها موجودة في الورقة البحسية بعد ما قلبت كل الموازين العلمية الخاصة بدراسة المجرات بشكل البيضة الجديد لمجرتنا ضرب التبانة وكل دو اكتر حنعرفه مع بعض النهاردة لكن لو بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة او دعمنا بالسوبر سانجز من زرار القلب تحت الفيديو عشان تكون معنا في رحلتنا الجديدة بين النجوم ولو عجبتك الحلقة بعد ما تشوفها ما تنساش اللايك جاهزين؟ يلا بينا مجرتنا ضرب التبانة تعتبر من المجرات المتوسطة في الحجم نسبيا بقطر بيوصل لحوالي 100 الف سنة ضوئية وبتحوي ما يقارب 200 ل400 مليار نجم بمختلف الانواع فمن عشرات السنين بدأ العلماء باستخدام التليسكوبات الأرضية والفضائية في رصد كل نجم من النجوم دي كلها وتصميم خريطة سلاسية الأبعاد عملاقة على أجهزة كمبيوترات خارقة بحيث أنها تصمم الخريطة المجرية بأعلى دقة ممكنة وبيرجع الفضل في رسم الخريطة المجرية بنجمها اللي في تزايد بشكل يومي للمرصد الفضائي جاية اللي انطلق سنة 2013 عشان يكون من أهم المشروعات الفلكية في التاريخ البشري بتكلفة وصلت ل630 مليون يورو من تصميم وكالة الفضاء الأوروبية إيسا بعدما قدر بقدراته التصويرية والتحليلية الخارقة في تحديد المسافة بين كوكب الأرض والنجوم المرصودة عشان تكون الخريطة أدق ما يمكن في المسافات اللي بتوصل لألاف السنين الضوئية في بعض الأحيان ومتوقع أن جايا يستمر في عمليات رصده وتحليله للبيانات لنجوم مجرتنا لحد سنة 2025 لكن لو فكرت كده شوية هتكتشف أن التليسكوب جايا من المستحيل أنه يقدر يقوم بمهمة رصده وتحليل المسافة لحوالي 400 مليار نجم خلال مجرد 12 سنة بس كمدة متوقعة للمهمة عشان يقرر الفريق العلمي المسؤول عن التليسكوب في وكالة الفضاء الأوروبية أنهم يستعينوا بقدرات تليسكوب H3 اختصاراً لهكتوشال إنزهيلو أت هاي رزيلوشن واللي بالفعل كان بدأ في رصد أجزاء كبيرة من مجرتنا وملايين من النجوم جواها بل إن الميزة الرائعة في مرصد H3 أنه بالفعل قادر على تحديد التركيب الكيميائي للنجوم المرصودة لأنه بيحوي جهاز الاسبيكتروجراف اللي قادر على تحليل ضوء النجوم والوصول لبيانات أكتر وأضاقة عن تاريخ نشقتها وبدمج بيانات الرصد من المرصدين جايا وH3 بالإضافة لعشرات المراصد على مستوى العالم بدأ العلماء في تكوين شكل مقارب لشكل مجرتنا ضرب التبانة واللي كلنا نعرفه بشكل الأورس المجري اللي غالبا مش جديد على عنيك إلا إن الحقيقة إن الشكل ده هو أبسط تشبيه ممكن يوصف شكل مجرتنا ضرب التبانة زي بالزبط كإني بقولك وانت ساكن في الدور العاشر اوصف لي شكل إنسان ماشي في الشارع دلوقتي على مسافة 40 متر تقريبا من عنيك فيكون وصفك للإنسان هو مجرد دايرة سودة ماشية في الشارع وده بالزبط اللي قادر يوصله الفريق العلمي في الورقة البحسية الجديدة وبدأ الفريق العلمي بوصف مجرتنا على إنها مشوهة في شكلها الهيكلي مش مجرد أورس منتظم مستوي في كل الجهات وده لاعتقدهم حصل نتيجة تصادم واندماج مجري عملاق مع مجرة غير مجرتنا من مليارات السنين قبل حتى نشأت نظامنا الشمسي من حوالي 5 مليار سنة تقريبا واكتشف العلماء طيارات نجمية كبقايا للمجرة اللي تصادمت مع مجرتنا من مليارات السنين بالإضافة لاكتشاف نجوم غريبة عن مجرتنا في مواصفاتها وتركبها الكيميائي بالإضافة لاكتشاف نواية مركزية لمجرة غير مجرتنا وكل ده بيظهر في العناقيد النجمية أو التجمعات النجمية اللي بتظهر بشكل عشوائي وكأنها ظهرت من العدم عشان تكون مع نجوم مجرتنا ضرب التبانة رأسات كونية ممتدة لملايين أو مليارات السنين فلو ركزت في الصورة واللي بتمثل شكل تقريبي لمجرتنا ضرب التبانة فحتلاحظ إنها تتكون من هيكلين مختلفين الأول بيمثل هالة ضوئية خارجية والتاني هالة ضوئية داخلية لكن الحقيقة عشان نبدأ نتكلم عن الهالة لأي مجرة فلازم نكون عارفين ثلاث أنواع من الهالات اللي بتلاقيهم دايما في أي مجرة على مستوى الكون بالكامل أولا هالة المادة المظلمة اللي حرفيا بيلاحظ أثارها العلماء في كل مجرات الكون من غير أي عملية رصد مباشر لها وبتمثل كتلة عملاقة من كتلة المجرة من غير أي تفاعل معروف مع أي مادة عادية من الخمسة في المية المكونين للكون المنظور لكنها بتأثر وبقوة على سرعة دوران المجرة حوالين مركزها اللي غالبا بيكون سوق بأسود عملاق من نوع السوبر ماسيف بلاك هول أما بالنسبة للنوع التاني من أنواع الهالة أو الهيلو فهي الهالة الغازية واللي بتكون مكونة بالكامل من الغازات المختلفة النتجة عن انفجار النجوم في أحداث كونية عملاقة زي السوبر نوفا أو حتى الصحب الأولية المكونة للنجوم وفي الغالب بتكون الهالة من النوع ده مكونة من الهيدروجين بشكل رئيسي لأنه أكتر العناصر انتشاراً في الكون المنظور وأخيراً نوصل للنوع التالت والأغرب من الهالة باسمه العلمي اللي بتمثل أقدم النجوم على مستوى المجرة بالكامل واللي في معظم الأحيان بتتحرك في اتجاه أطراف المجرات وبالتالي بيتم طردها تدريجياً برى الهيكل المجري من الأساس وتكون ما يعرف بالهالة النجمية أو اللي ستيلر هيلو واللي عايزة فجأك وقولك إن هي دي اللي بيتم تمثلها كشكل المجرة في كل برامج المحاكاة والصور اللي بتشوفها في كل مكان بل إن أكتر الأمثلة وضوح للهالة النجمية أو اللي ستيلر هيلو هي مجرة سومبريرو جالاكسي فالهيكل الخارجي اللي تم طرده من الأجزاء الداخلية للمجرة بيمثل فعلاً الحزام اللي بيحيط بالمجرة وبيديها شكلها وبالتالي تكون اللي ستيلر هيلو هي اللي بتكون الصورة الأولية لأي مجرة وفي الغالب بنتغاد عن الهالة الغازية وهالة المادة المظلمة في الصور اللي بيتم عرضها في كل مواقع المراصد المختلفة وبالتالي فالدراسة الجديدة ركزت على حوالي 5500 نجم مختلف على مستوى المجرة بالكامل بالإضافة لنجوم جديدة ممتدة لحوالي 200 ألف سنة ضوئية واكتشف العلماء بتحليل البيانات إن مجرتنا ممتدة لأكتر من مجرد 100 ألف سنة ضوئية وبتاخد الشكل البيضاوي سلاسي الأبعاد بطريقة غريبة جداً بل إن الشكل البيضاوي ده بيكون غير منتظم وبيحوي نتوقاته كأنها كسورة على مستوى البيضة بالكامل اللي تعتبر ميلة حوالي 25 درجة كاملة على مستوى شكل قرص مجرتنا ضرب التبانة اللي كان بيتم اعتماده من عشرات السنين بالشكل الرسمي للمجرة لكن ممكن تسأل نفسك سؤال إزاي الشكل البيضاوي والميل اللي وصل لـ 25 درجة كاملة اتكون من الأساس الحقيقة إن كونك مصدق ومقتنع إن مجرتنا فعلاً على شكل بيضة فده يعتبر إنجاز في حد ذاته لكن برضو هقولك على سر الشكل الغريب لمجرتنا ضرب التبانة لكن ما تنساش اللايك الجميل لو لسه مكمل معانا في الرحلة لحد دلوقتي في الورقة البحسية بدأ الفريق العلمي في شرح تصادم عنيف حصل مع مجرة تعتبر أصغر من مجرتنا نسبياً من مليارات السنين وسمها العلماء بإنسالدس جالاكسي وكان شكلها بالمنظر ده قبل التصادم بمجرد ملايين قليلة من السنين واللي يعتبر تجمع نجمي حالي موجود في السماء وممكن ترصده في أي وقت بتليسكوبك باسم NGC 2808 ونتيجة للتطور الرهيب في علوم الرياضيات وباستخدام كمبيوترات خارقة قدر الفريق العلمي أنه يصم المحاكاة بتوصف لحظة تصادم مجرتنا مع مجرة إنسالدس من مليارات السنين وزي ما احنا شايفين في المجرة بتحوي عدد ضخم جداً من النجوم بالرغم من صغر حجمها نسبياً وبالتالي في التصادم الاندماج مع مجرتنا قدر أنه يغير في التركيب الهيكلي للمجرة بشكل مرعب جداً بل إنه قادر أنه يكون أماكن في مجرتنا بتختلف فيها الكسافات النجمية بطريقة غير متزنة في الكتلة واللي بدوره حول مجرتنا لقرس مشوه غير مستوي على عكس مجرة سومبريرو بل إنه عايزة فجأك بأن مجرتنا لحد اللحظة دي هو بعد مرور مليارات من السنين ما زالت بتعاني من التصادم ده وبتحاول من وقتها إنها ترجع بالاستقرار الكتلي والهيكلي على مستوى المجرة بالكامل وللأسف ده مش هيحصل إلا كمان مليارات جديدة من السنين في المستقبل عشان تقدر توصل للشكل الدائري اللي بيمثل أكتر الأشكال استقراراً للهياكل المجرية العملاقة أنا بس عايزك تتخيل معي إنك تكتشف بعد مرور آلاف السنين من وجودك في مكان ما في الكون إنك كنت مدرك شكل المكان ده بصورة خاطئة تماماً وقد إيه إن الاعتماد على مجرد حواس الإنسان العادية في رصد الكون حواليه يعتبر مخالف تماماً لأي مبدأ علمي لأن الكون حوالينا مليان بأسرار ومفاجئات إحنا مستحيل نقدر ندركها بعقلنا البشري البسيط لكن السؤال دلوقتي بعد ما اقتنعنا إن مجردنا فعلاً على شكل بيضة حتصدقني لو قلتلك إن المنظر ده هو شكل كوكب الأرض الحقيقي من غير الغلاف الجوي نستنى عرف رأيكم في الكممنتات لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك ولو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة أو دعمنا من خلال الاشتراك في خاصية الميمبرشيب واللي حتخلينا ننطلق مع بعض في رحلات أكتر لغزو الفضاء الكوني العميق واشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم اشتركوا في القناة